الاتحاد في وقت السابق قدم اعتذار إلى الجمهور يعني ما آلت إليه نتائج يعني شنو هذا اعتراف رسمي بأنه قراراته أو لسوء قراراته برأيك هذا الاعتذار بسم الله الرحمن الرحيم الاتحاد حقيقة أخطأ أخطأ كثيرا بإقالة المدرب السابق واللي حقق نتائج نتائج فقط وليس مستوى اللي هو المدرب كاتنش حقيقة إقالته كانت أكبر غلط أما تخدو الأخوان بالاتحاد العراقي كون أنه الفترة كان فيها استقرار نوعا ما بالنتائج منتخبنا وثانيا ما كانوا محضرين للبديل اللي هو اللي يجيب مكان كاتنش كان الخيار كله رايح على المدرب العجنبي فقط تعرف المنتخب العراقي أنت ما ممكن اليوم أنت تجيب لمدرب عالمي على مستوى والطالبة بنتائج آنية ونتائج في وقتها لازم تكون أنت تجيب لمدة أربعين أو ثلاثين يوم اللي هو التعاقد مع أدفوكات ما ممكن الداعي بنتائج أدفوكات مدرب عالمي مدرب منتخبات أدرب عندي على مستوى عالية لكن بالمقابل الشارعنا ما يتحمل تولد الضغط على الأخوان بالاتحاد ضغط كبير جدا أنه أدفوكات مو هو رجل مرحلة عكس ما هو كسيفي محترم كمدرب محترم لكن النتائج ما مشت صار ضغط على الاتحاد اضطروا أن يقيلوه هذا الخطأ الثاني الخطأ الثالث هو الذهاب إلى مساعد المدرب مساعد أدفوكات اللي هو منه بيتروفج هاي طامة الكبرى الثالثة مع مداعاة الإعلام مداعاة المحللين المدربين بالذهاب إلى المدرب المحلي كون الفترة قصيرة جدا والمدرب أدر وأعرف باللاعبين المحليين وأيضا اللاعبين المحترفين لكن إصارهم المدرب الأجنبي وبالأخير أقالوا ورجعوا هسه على المدرب المحلي شوف كم مطب وليعبنا مشاعر الجمهور وإحنا هي فرحتنا هو منتخبنا الوطني هاي فرحتنا